لمعرفة آخر التطورات مشاهدين ينضم إلينا من منطقة بردة مفدنا إلى هناك أحمد غنام ومعنا أيضا من مدينة جوريس الأرمينية مفدنا صابر أيوب وأيضا من موسكو ينضم إلينا مرسلنا محمد حسن أهلا بكم جميعا نبدأ معك أحمد غنام إذن هل صحيح فعلا أن القوات الأذربيجانية تحتشد على تهوم الإقليم لاقتحام منطقة هادروت كما تقول سلطات الإقليم رويدة بالواقع أن الجيش الأذربيجاني كان قد أعلن قبل التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار بأنه دخل منطقة هادروت وسيطر أيضا عن القمم الجبلية المجاورة لهذه البلدة تحديدا وهي بلدة تقع على محور جبرائيل بعيدة عن المكان الذي نتواجد فيه حيث نتواجد فيه على محور ترتر المسافة بعيدة جدا بينهما فبتالي هناك تأكيدات رسمية بأن الجيش الأذربيجاني دخل هذه البلدة لكن هناك تبادل لهذه الاتهامات بحين أن الجانب الأرميني أو الجانب الرسمي في إقليم كراباغ ينفي دخول الجيش الأذربيجاني إلى هذه البلدة تحديدا لكن في العموم يوجد هناك بيانات رسمية من الجانب الأذربيجاني تؤكد بأن الجانب الأرميني قام بدخول الأجواء الأذربيجانية عبر الطائرات المسيرة وذلك ربما من أجل استهداف المناطق الحيوية تحديدا فوق منطقة أو مدينة منجا شوير هذه المدينة الحيوية والتي تضم سدود المياه وكذلك محطات توليد الكهرباء كنا بقبل قليل على نقطة الاشتباك الموجودة على محور ترتر في قاطع أغدر إن صح تثبيته هناك في تلك المنطقة رأينا كثافة النيران والقصف المتبادل بين الطرفين القصف كان من كلا الطرفين من الجانب الأذربيجاني وكذلك من الجانب الأرميني في حين أن الجانب الرسمي الأذربيجاني يقول ويتهم بأن الجانب الأرميني هو الذي يقوم باختراق هذه الهدنة وبينما الجيش الأذربيجاني يقوم بالرد على الأماكن التي تقوم باختراق الهدنة وقصف المواقع العسكرية التي يتم منها إطلاق القذائف المدفعية وقذائف الصاروخية بالعموم اليوم كان هناك بعض الهيئات السياسية واللجان السياسية قامت بالاطلاع على مكان وموضع الذي حصل فيه استهداف من قبل الجيش الأرميني لأماكن الإحياء السكنية في مدينة جينجا حيث قتل قبل يومين تقريبا تسعة أشخاص مدنيين وكذلك أصيب 34 آخرون قامت هذه الهيئة برفقة عدد من السفراء لبعض الدول الأوروبية وقاموا بالاطلاع على مكان التفجير وأيضا تم هناك إصدار تقرير من الوكالة الوطنية للأذربيجانية القائمة بمسح أماكن الألغام وقالت بأن هذا الصاروخ الذي تم استهداف به الأحياء السكنية هو صاروخ من نوع باليستي قصير المدى أو متوسط المدى الصحة التعبير واتهمت به الجانب الأرميني بأنه قام بقصف هذا المكان من داخل إقليم كرباغ شكرا أحمد صابر بالإضافة إلى إطلاعنا على المشهد لديك من أرمينيا وزير الخارجية الأرميني اليوم وفي زيارته إلى موسكو قال بأن أرمينيا ملتزمة بتوصيات مجموعة منسك وأنها مستعدة للحوار فور وقف إطلاق النار إذا كانت أرمينيا فعلا تريد الحوار لماذا قامت بقصف جانجا في الساعات الأولى من الاتفاق أرمينيا تنفي تماما أن تكون هي من قامت بهذا القصف هذا التصريح من السلطات الأرمينية وأيضا من سلطات كرباغ تنفي تماما أن تكون هي من قامت بهذا القصف وتقول أن ذلك مزاعم من الطرف الأذربيجاني لا أصل لها في الواقع ولم يقم الجيش الأرميني بهذا القصف بالعكس تماما تقول أن النيران تأتي من الجهة الأخرى الجهة الأخرى هي التي خرقت هذا الاتفاق وأن عمليات القتال مستمرة إلى اللحظة الآن إطلاق النار وقصف متبادل على ثلاث جبهات تقريبا على ثلاث محاور تشتعل بها الجبهات المحور الشمالي والمحور الشمالي الشرقي وأيضا الجنوبي وخصوصا حول منطقة هادروت ومدينتها التي تقول السلطات الأذربيجانية في وقت سابق أنها سيطرت عليها بينما السلطات الأرمينية تقول أنها بيد الجيش الأرميني وأن هناك صمود في الرد على هذه النيران التي تأتي من الجانب الآخر بالإضافة إلى الإعلان قبل قليل الإعلان عن إسقاط طائرة سوخوي 25 أذربيجانية لسنا لم نتأكد من هذا الأمر لكن السلطات في كارباخ أعلنت أنها أسقطت هذه الطائرة بالإضافة إلى وجود أيضا اتهامات بوجود قسف من حين لآخر على عاصمة الإقليم خاصة في الساعات الأولى للصباح كان القصف أيضا بالليل وتجدد في الساعات الأولى لصباح اليوم يبدو الوضع هادي على مستوى البلدات داخل الإقليم ستيبانا كيرت عاصمة الإقليم تقع وسط هذا الإقليم المتنازع عليه تتعرض عادة أو هكذا جرت العادة منذ إعلان تقريبا سريان الهدنة تتعرض إلى قصف ليلي وربما يحدث هذه الليلة أيضا عند حلول الظلام في هذه المنطقة شكرا صابر دعنا نذهب إلى محمد في موسكو محمد إذن كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الأرميني روسيا قالت بأنها ستوصل اعتراضات أرمينيا إلى مجموعة منسك هل هذا يعني بأن روسيا حتى الآن لم تبدل موقفها وهي تلتزم بالموقف الأول من الأزمة ولا تأخذ صف أرمينيا بشكل كامل نعم في موسكو هنا الرؤية واقعية إلى الوضع في منطقة قراباخ موسكو اليوم على لسان وزير الخارجية الروسي استبعدت أي اتهام لجهة على حساب جهة أخرى بأنها هي الأولى التي اختلقت وقف اطلاق النار وقالت أن وقف اطلاق النار لم يتم الالتزام به بشكل كامل وهناك اتهامات متبادلة من كل الطرفين ولكن الغاية التي تريدها موسكو الآن هي التطبيق الكامل لهذا الوقف وتحدث الوزير الروسي اليوم عن أن العمل الآن جاري على إيجاد آليات لكشف والتأكد من أن وقف اطلاق النار فعلا سيطبق وأن الطرفين سيلتزمان بهذا التطبيق عبر الصليب الأحمر أو عبر مؤسسات أو آليات أخرى يتم البحث عنها الآن بمساعدة جميع الأطراف أي الطرف الأرمني والروسي والأذربيجاني حاليا العمل منصب على هذا الموضوع لأن حسب الوزير الروسي تثبيت وقف اطلاق النار سيساعد في الانتقال إلى العملية السلمية وكما قال الوزير أن المماطلة في الانتقال إلى العملية السياسية عفوا لتحقيق السلام في تلك المنطقة أمر غير مرغوب به ويجب الإسراء في هذا الانتقال وعليه أولا إيجاد آلية لتأكد من وقف اطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى العملية السياسية لتحقيق السلام هناك وأشار إلى أن روسيا مهتمة في هذا العمل في إطار مجموعة مينسك روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وكذلك بصفتها دولة جارة للبلدين الشركين الاستراتيجيين كما وصفهما وزير خارجية لوفروف أرمينيا وأذربيجان مهتمة بإحلال الاستقرار في تلك المنطقة شكرا لك محمد حسن من موسكو وأيضا الشكر موصول لمفادنا صابر أيوب ولمفادنا أحمد غنى